لن تلقى الحقيقة كما هي بتجردها إلا من فم المختال المسلح الصاطي على بلاد بحجم العراق ولن تجد ملامح ما روج له القوم مرارا عن دولة مدنية يحكمها القانون في وقت يتحدث رئيس هيئة ميليشيا الحشد بهذا الشكل أن نخشى من أن نحسب على الحكومة هي حكومتنا نحن صنعناها نحن نستطيع أن نغيرها خرج الفياض ليتحدث لقادة ميليشيات الحشد والحديث إليهم ليس كغيره هو يقول أن الميليشيات هي من صنعت الحكومة وهي من ستغيرها وفي ذلك أمر أبعد من كونه استعراض عضلات فالفياض نفسه يمثل أزمة بشخصه الذي رشحه ائتلاف الفتح لوزارة الداخلية التي لم تحسم حتى الآن هذا فضلا عن ماضي الرجل مع رئيس الحكومة السابقة يشرح الفياض ضمنا أو يستعيد ما فعل برئيس الحكومة السابق حيدر العبادي الذي مهد لحكم الميليشيات بل وأطرها ضمن مؤسسة يقال إنها تابعة للدولة ثم اختلف معهم قبيل الانتخابات وبعدها فأقصي من رئاسة الحكومة واستبدل بعبد المهدي وهو ما يراه الفياض وزملائه انتصارا لهم يعود الفياض ليكرس نفوذ الميليشيات في العراق فيؤكد أن الحشد باق بحماية المرجعية الدينية في النجف ولا قلق على مستقبله وهذا يعده كثيرون أبعد من كونه طمأنة للخائفين من الغضب الأمريكي على إيران بقدر ما هو إعلان عن نفوذ مترسخ ضرب جذوره في جميع مفاصل الدولة حتى وصل لإزالة حكومة والمجيء بأخرى وفيما جرى للعبادي شاهد ودليل لكن الأخير لم يألو جهدا في مناكفة حلفاء الأمس فاتهم قادة بميليشيات الحشد في وقت سابق بالاستيلاء على أملاك الدولة والمواطنين وبناء إمبراطوريات مالية ما استدعى ردا من زعيم ميليشيا البدر هاد العامري يشبه فيه العبادي بأنه من أعداء الحسين لكم يبدو ذلك الكلام إسفافا عفى عليه الزمن ولم يعفوا عن قائله وهم يحكمون العراق بعقلية طائفية أضفت على الميليشيات قداسة هذا هو العراق في السنة السادسة عشرة للديمقراطية الأمريكية بإخراج إيراني